لا يجد عراقيون كثيرون مبرراً لوضعهم البائس في بلد يكتنز باطنه إحدى أهم الثروات النفطية في العالم لتنطلق في الثامن من يوليو المنصر من البصرة المنبع الرئيس للذهب الأسود احتجاجات ضد العطش وانعدام الكهرباء والبطالة في الرابع عشر من الشهر نفسه تحولت صرخات الاحتجاج في محافظات الجنوب العراقي إلى ألسنة نيران أحرقت مقرات أحزاب الدعوة والفضيلة والحكمة في محافظات البصرة والذيقار والنجف وبابل وكربلاء وميسان والديوانية إضافة إلى مقرات لميليشيات الحجد الشعبي الموالية لإيران في الخامس عشر من الشهر ذاته أحرق المتظاهرون في البصرة صورة للمرشد الإيراني الخميني في شارع يحمل اسمه لتصل الرسالة واضحة لمن يهمه الأمر لا للهيمنة الإيرانية على العراق وقراراته اتسعت رقعة الاحتجاجات واشتعلت على واقعها العاصمة بغداد إذ حاولت جموع غاضبة عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العشرين من أغسطس منصرم في السادس والعشرين من الشهر ذاته عادت لاتصامات قرب المواقع النفطية في البصرة بعد انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرون للحكومة لتنفيذ وعودها والتي بلغت عشرة أيام السخط الذي بدأ على شكل انتفاضة ضد العطش والحر والظلام جنوبي العراق ارتفع في الخامس من أغسطس منصرم سقف المطالب فيه يصل إلى حد المطالبة بتغيير سياسي شامل فقد طلب المحتجون بإقالة جميع المحافظين وإلغاء جميع الأحزاب وإعادة كتابة الدستور لا شيء من المطالب تحقق فخرجت في العشرين من الشهر ذاته مظاهرات في عدد من محافظات العراق للمطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات الأساسية لكن الإصلاح المنشود لم يسجل خطوة واحدة نحو الأمام فأدى إهمال مطلب معالجة تلوث المياه في البصرة إلى تسمم أكثر من أربعة آلاف شخص وفق دائرة الصحة في المحافظة مما فجر غضبا شعبيا عارما من جديد ليستمر أياما أخرى موسيقى